والله شغلنا كله صار مع الأسف مو مهني وكفاءات شغل كله سياسي وإلا هو مثلا احنا عدنا جانبين في شط العرب جانب هو هذا الحدود العراقية من القرنة ملتقد جلو الفرات إلى راس البيشة على الخليج والجانب الآخر جزء كبير من عنده هي حدود عراقية وجزء من عنده هي على الحدود الإيرانية من بداية الحدود الإيرانية المفروض هنا سدي وضع مع هذه الأطلاقات المائية التي يتحدث عنها الأخ الخبير أعتقد تكفي لإزاحة المياه غير الصالحة للاستعمال البشري تكفي أما الآن المحافظة قاعدت تبني مشاريع ماء على شط العرب على هذا الوضع الذي ظهر تقرير عام 2018 في وقت الدكتور حيدر العبادي اللجنة كانت من وزارة البيئة ومن خبراء المياه وخبراء التلوث قالوا أن مياه شط العرب غير صالحة لأي استعمال بشري المحافظة لأي بالرزيرو يأتي من البدعة من الناصرية إلى الرزيرو إلى المطار والقناة مكشوفة لا تبقى تكرمون حيوانات ولا كلاب ولا بقر كلهم دعب هذا وبعدين يضطون البشر دكتور هاي قديمة مع الرزيرو نعم قديمة نعم هذا النهر كانوا يسمونه نهر صدام قبل من سوا كانوا يسمونه نهر صدام فجاب المي من البدعة من الشطرة إلى المطار هذا معتمدين عليهم معتمدين الآن مشروعات كبيرة متلقية صار لها حوالي أربع سنوات مقاولين نسبة الإنجاز عندهم أربع طعش بالمية أربع طعش بالمية أسألك دكتور دكتور إذا هس الكلام الذي قال أستاذ حاتم يقول أننا جزء من هذه المشاريع من هذه الطموحات نحن حاولنا أو نفذناها بالوزارة وزارة الموارد المائية سؤال الناس لماذا لا ترى نتائج النتائج ليس واضحة لأنني من أروح أغسل بالماء الماء غير صالح حتى لغسل الوجه ليس صالح فأنا شنو يقنعني أنا حتى أنه هما قدروا يغيرون بالماء الماء غير صالح يعني هسا صحيح هما رح يطلقون واردات مائية ولكن رح يصعد بالماء بظاهرة الماء رح يصعد اللسان الملحي فرح يفسد المياه القادمة من العمارة وتدري هي العمارة حقيقة وكل المحافظات لا تلتزم بنسب المياه يعني مشكلتنا ليس بس تركيا وإيران وسوريا لا مشكلتنا أيضا داخلية يعني الكود تأخذ حصتها بغداد تأخذ حصتها العمارة تأخذ حصتها عود الوشلة ينطوننا إذا قنعت العمارة أن تنطينا لأنه وبنت السد وهذه الوشلة هاي الوشلة يقابلها شط العرب وزراعتها يقابلها شط العرب بلسان ملح ويردون يصير حلو زين شون يصير حلو وتجي اللسان الملح يصعد عليه صعود قد يصل إلى القرمة وبالتالي هذا ما رح يصير ما رح يصير مياه صالحة ومستحيل مع يوميا أكو فساد في المياه